مجموعة الدفاع وفي مقدمتهم مصطفى شوبير يبقى الكلام ده نضرب له تعظيم السلام مصطفى شوبير في مقدمتهم مصطفى شوبير اهي عايزة ايه طب لو احمد شوبير يبقى رأيه في مصطفى شوبير ايه مش ما هو التالي بتحرجح مرس كله قالت رأيها بس رأي شوبير حارس مرمى الاهلي عن مصطفى حارس مرمى الاهلي ربما يكون رأيه مهم نشوف اسم النادي الأهلي برضا جماعة بيفرق يعني بيخلي الفريد اللي قدامك بيبقى عنده نوع من أنواع القلق شوية للأهلي بيجيد الهجمات المرتدة فهو أمن نفسه كويس قوي باكيتا ومدرب شباب بلوزداد في النفس الوقت الحقيقة أعتقد أنه دفاع النادي الأهلي وحارس مرمى كانوا في أفضل حالته مروان عطية أعتقد عمل مباراة كالعادة من مباراة الجيدة إبا معشور عمل مباراة جيدة قلبية الدفاع ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم عملوا أيضا مباراة جيدة مصطفى شبير عمل مباراة جيدة محدش يلوم قوي على أكرم توفيها جماعة لأنه أكرم غايب بقاله فترة طويلة عن المكان ده هو لعب اضطراريا إصابة كوكا ووفاة والده وأيضا الإصابة المفاجئة لأليو ديانج فالرجل اضطر الأكرم هنا فأكرم الحقيقة لعب يعني 76 دقيقة كتر ألف مليون خيره مفيش لعيب أثر في النادي الأهلي مكاسب الأهلي كتير في هذا اللقاء أهم مكاسب النادي الأهلي من وجهة نظري الإطمئنان على موضوع حراس المرمى لأنه برضو كان بيبقى فيه شوية ألأ بالجماهير لأنه بلعب بديل لحارس عظيم حارس كبير حارس مرمى مصر الأول محمد الشناوي وبالتالي الأمر ليس بالسهل أنه يلعب مباراة في الجزائر خارج ملعبه أمام جماهير صعبة أمام جماهير كثيرة جدا جدا ثم يعني أمطار فيها الشوت الثاني أمطار غزيرة في الشوت الثاني لكن الحقيقة تقدر تقول أنه الاتنين قلبي الدفاع عملوا مباراة هيلة جدا ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم بلا أخطاء على الإطلاق النادي الأهلي حقق ما أراد وده المطلوب حتى تغييرات كولر يمكن بعض بيراها متأخرة شوية أنا شايفها مش متأخرة تدخلات كولر أعتقد كانت مناسبة وعلى قد المباراة المهم أنت راجع بإيه في النهاية؟ أنت راجع بنقطة خلتك لسه على صدارة المجموعة الأهلي كده يكسب مباراة وتعادل مباراة يضمن أنه يصعد ماشي يا كابتن الأهلي اطمئلنا على مستحيل حرات المربة وده حقيقي وهو فيه اتفاق برضو أنك أنت بس هو أضاف الحقيقة يعني عمل فوكس على اللعيب مهم جدا أكرم توفيق ما تضغطوش بقى في التقييمات منتظرهم اللعيب بعد غيابات ده كله بتجيبه في مركز بقاله فترة ما بيلعبش فيه ما بيلعبش فيه بقاله سنتين صحيح فلا ممكن محتاج ماتش اتنين تلاتة هتعود هتلاقوا قلب الأسد في الحتة دي برضو ان شاء الله طيب دي كانت تفاصيل يا جماعة ايه اليوم الصعب ده ايه اليوم الصعب ده من أول رحلة التحرك من القاهرة ثم أكرى ثم كماسي وكل التفاصيل اللي انتوا تابعتوها وشفتوا حتى البيان بتاع شركة مصر طيران حوالين تفاصيل ما حدث لكن اذا